وقفت معنا منظمات لا سلامة بدون عدالة قدمت لنا كل ما تملك وعثوا لنا بسكرتيرا اشتغلت إلينا بكل ما استطاعت تحية لهذه المنظمة منظمة هذه المنظمة الأولية بلجيكية بلجيكية الثانية إيطالية استوافونا دخلونا لأمم المتحدة سووا ندوى باسمهم ما قصروا تحية لهذه المنظمة منظمة القلم لأنهم يعتبرون أقلامكم تسيلوا بالعدل والصدق منظمة تحية الفيدرالية الدولية اللي نائب الأمين العام اللي يوم أفرجوا عنه ما أدري كان يأكل زلابية هناك لو ما يأكل ما معلوم الأستاذ نبي الرجب هو نائب الأمين العام للفيدرالية هذه المنظمة والتي تعاون معها الإخوان وقدمت لنا جهداً كبيراً الدكتور منذر كان على اتصال بها وحصلنا على دعم منقطع النظير من أجل هذا ومن أجلكم قد تحقق الانتصار هناك مركز القاهرة لحقوق الإنسان منظمة 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 مركز البحرين لحقوق الإنسان ممثل في السيدة الأنسة مريم الأخواجة منظمة برافو الأمين العام إليها الدكتورة ندا ضيف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تمثلت فيها الأخوة الأستاذ عيسى الغائب وجمعية الشفافية كان المهندس عبدالنبي العكري مكتب الحقوق بجمعية وعد مكتب الحقوق بجمعية الوحدوي وكان معنا الأستاذ حسن المرزوق ودائرة الحريات وحقوق الإنسان في الوفاق نمشي هناك وكل من يتلقفنا من صوب يبغى يخدمنا صدقوني أنكم محبوبون وإن كنتم هنا مظلومون يسخر الله لكم شعوبا تدافع عنكم ولا نستطيع حتى نقول لهم سلام عليكم بونجور قال بونجور ما نعرفهم بس نأشر ليهم لكن يخدموننا من عيونهم يقدمون لنا كل شيء حتى استطعنا أن نوصل كلمة الصدق وأعجب بأدائنا وعملنا طيلة الأيام شكرا لكم